طرق بديلة أمام الإدارة الأمريكية لردع إيران عن تصعيد أي أعمال أو أي وجود عدائي غير الطريقة التقليدية التي لطالما اتبعتها تقرير معهد واشنطن للدراسات رأى أن الطريقة التقليدية كانت تقضي بإرسال قطع بحرية إلى الخليج العربي منذ عام 1991 كانت البحرية الأمريكية تبقي على حاملة طائرات واحدة على الأقل في المنطقة على أهبة الاستعداد مع قطع حربية أخرى ولكن خلال تلك الفترة لم تشن تلك الحاملات أي ضربات ضد إيران رغم هجمات إيران المتعددة في هذه المنطقة كما أن بعضا من أعنف الأعمال العدائية الإيرانية جرت بوجود حاملة طائرات أمريكية أو اثنتين في الخليج وفق المعهد أما أبرز الحوادث التي تمكنت فيها واشنطن من ردع إيران بقواتها البحرية فكانت عام 2015 حين منعتها من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة للمتمردين الحوثيين وأرغمت سفن إيران على العودة وبحسب المعهد واشنطن فقد كان لقتل سليماني والتهديد بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وتهديد ترامب بتوجيه ضربة لإيران كان لهم أثر بالغ في ردع إيران وإرغامها على حساب خطواتها بشكل أكبر إضافة إلى تشكيل القوات البحرية الدولية المشتركة في عام 2019 لضمان حرية الملاحة في الخليج والذي أثر على انخفاض الهجمات على السفن التجارية بفضل أنظمة المراقبة الحديثة وبناء على ذلك رأى معهد واشنطن أن الإبقاء على قطع بحرية أخف من الحاملات والقطع الكبيرة سيفي بغرض ردع إيران طالما أثبت ذلك حزم واشنطن والتزامها بحماية مصالحها وحلفائها في المنطقة إضافة إلى نشر قوة مشتركة من البحرية والجيش وسلاح الجو بشكل مستمر وإتقان العمل في المنطقة الرمادية مع إيران عبر عمليات سرية وأيضا معلنة على غرار أسلوب إيران الذي يمكنها من تملص من أعمالها